موسيقى 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 السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله اخوان را مهم بالنسبة لكم لانان ان شاء الله غادي نخدم لكم على نصوص. وغا نوريكم بطريقة باش يمكن لكم تحدولي الموضوع ديالو. لان في المتاح الوطني را اول عائق كي يكون امامك هو انك تحدد الموضوع لكي ينتامي له ذاك الناس. بما نخصك تعرف الموضوع اللي غادي تكتب عليه واحد اللي انشئ فالزافي اللي قدير فيه مقدمة واردو خاتمة. دوك بمانا لا غلطي في الموضوع رامشة لكل شي لذلك كينينشي قوالب باش كتعرفوا ان شاء الله الموضوع اللي كينتامي له لنصلين لكم. هاد شي كامل ان شاء الله را غادي نوضحو لكم ونوريكم طريقة بسيطة اللي يمكن لكم تتبعوها. خليونا لايك لهذا الفيديو حاولوا توصل لأقصى عدد من لايكات وبرتاجوا مع الاصدقاء ديالكم ولأول مرة كيشوف هاد الفيديو هذا اشترك بالضغط على زر اشتراك وكذلك ما ينساش يفعل زر ديال الجرس لان هو اللي كي خليه توصل بالنوتيفكاسيون ديالفيديوهات ديالنا. يعني الاشعارات الخاصة بالفيديوهات دوكات من ان شاء الله التوفق الجميع كميثال غادي نحاولوا ناخدو هذا النص هذا وغادي نحاولوا نخدمو عليه باش نحاولوا ان شاء الله نحدو للموضوع ديالو. اول حاجة مني كي تحت تقدمكم واحد النص خاسكم تقرأوا مزيان قرأوا قراءة اوله وثانية وثالثة ورابعة حتى كتفهموا النص ديالكم مزيان وبطبيط الحال مني كتفهمها را كي يبينوا لك شي كلمات وشي عبارة وما اللي كي يساعدوك على تحديد الموضوع اللي كي ينتمي ليا الناس كما شفتوه نادرت ليكم مجموعة من العبارة سترت عليها وكذلك مجموعة من المفاهيم عطيتها واحد لون مغير دوك هات العبارة وهاد المفاهيم هما اللي ساعدوني لتحديد الموضوع صفى اخوان مني كي يكون فهم الدور الزيالي ارا بطبيط الحالة للمفاهيم هاته را كي يبينوا ليا دوك غا نقرأ للكم لكي نهتدي الى ما يكوي الهوية الشخصية كيف ما كتشوفوه هنا سترت عليكم على الهوية وعطيتها لون مغير كذلك عطيتكم العبارة ديالكائن مفكر العاقل قادرة للتعقل والتأمل بمعنى واحد الكائن اللي كيمتلك واحد العقل وبه كيفكر وكيتأمل كذلك ديت لكم الشعور سترت عليها بمعنى هذا مفهوم فلسفي لكي نتيجة شفنا في واحد المحور كذلك سترت لكم على المفهوم ديال الدات والجوهر والشعور هاتشي كاملو اخوان غادي خليني بانني نعرف بان المزوية هي مزوعة الوضع البشري علش مزوعة الوضع البشري لان عدنا هنا كلمات شخص عدنا مفهوم ديال الشخص متواجد كذلك عدنا فالشخص يعني تكرر لنا مفهوم ديال الشخص عدنا كذلك هنا بشري بمعنى كدل المزوعة الوضع البشري دوك اوتوماتيكم وماني غادي نعرف مفهوم الشخص غادي نعرف بانها مزوعة الوضع البشري دابا غادي خسنين عرف غير المحور اما غادي يكون الشخص علوية ولا الشخص بوس في قيمة ولا الشخص بانه ان يظل حرية هادي الكلمات هادي الي الكذلك ديال الحفظة بحل الفكر بحل الدات بحل الجوار بحل شعور غيبينوا لي بان المحور هو المحور الاول ديال الشخص علوية لان هذه الكلمات هاي كدل على المفهوم ديه اللوية ما كان شوفوهاش في المحور التاني ديه الشخص بوسفي قيمة وما كان شوفوهاش كذلك في المحور التاني ديه الشخص بين نظر وحرية شفتوا يا إخوان الطريقة باش كان حطورها بسيطة غي كتقرون الناس ديلكم بسيطة وكتحولوا تفهموا وكتحولوا تستطروا على العبارات وكذلك الكلمات المفتاحية اللي كاتبهي لكم المحور اللي كنتمي للموضوع توكتبوا على الطريقة اللي كتلكم وانشاء الله لاتشهدك جيكم بسيطة